ترأست وزيرة البيئة ياسمي فؤاد أولى جلسات المناقشة الوزرية التفاعلية في أشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية بازل وروتردام وستوك هولم وأضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن قطاعي إدارة المواد الكيمائية والمخلفات من المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غاز الاحتباس الحرارية وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الأزمات البيئية الثلاث التلوث تغير المناخ وصون التنوع البيلوجية من خلال تحقيق أهداف التفاقية بازل وروتردام وستوك هولم وحد وذلك في إطار منصة التفاعلية التي تتحها الاجتماعات الوزرية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقية الثلاث